أهلا للبنات كديرين لبس عليكم زيانين كل شي بخير كنتمنى تكون نظيمة بخير وإحوال جيدة وكان مغين رحب بكم كاملين والبنات اللي مازال عجدد في القناة كنقول لكم مرحبا بكم واللي مازال ما اشتركوش كنقول لكم كنتمنى أنكم تشتركوا عندي في القناة أكيد إن شاء الله كين وصفات جديدة وإن شاء الله متنوع عغدتكم على القناة وكنتمنى تشجيع ديالكم واليوم غدا بارتاجي معاكم وحتى الخبز هكا وعندي المقادير هنا عندي ستمية جرام ديال دقيق الابيض عندي الحليب الدافي جوج ديال الابيض البيض غنحتفظ بأصفر البيض للدهن عندي نصف قصة ديال الزيتون ملحة خميرة ديال الخبز ومع البقادير السكر سعنيدة وغدا نستعمل حتى ثلاثة دلمتلاتات ديال الفرماج أي فرماج عندكم راني ما بينتوش لكم مع المقادير يعني ما منتعبتش نسيت كان غير في جنبي وغدا نوضع هكا طحين في في الآلة ديال العجن وغنوضع أبيض البيض مع الحليب وغدا نضيف ثلاثة ديال الفرماجات كي ما لاحظتم غدا نخلطهم مع زيت الزيتون مليم توفر عندكم أي فرماج عندكم وغدا نزيد عليه الزيت وغدا نخلطه مع هكا نحاول ندمجه مزيان هاد الخبز كي يجي قطني وزوين هكا المناسبات والأعياد هكا يعني ديالة حمار لوجه ديالة حمار ديالة لوجه وهذا نزيد الخميرة على الحليب الدافي والمعلقة ديال السكر حتى هي يعني غدا نخلطهم مع الحليب وأبيض البيض راني وضعته يعني راه وضعته مع الحليب وزت الملحة وغدا نده هكا نخلط في العجين في الضقيق ونوضع في المكونات وغدا نضيف الفرماج مع زيت الزيتون كي يجي خبز يعني مدق دياله زوين وحتى الوليدات كي يزعموا أنه اللي ما كيبغوش يأكلوا لكم هكا الخبز يأكلوا أنا ولدي ما كي عندي واحد ولدي ما كيبغيش لي الخبز مني درت هاد الخبز هذا وليت دائما كان مغين ديرو على قبله هو كي يعجبو كي يجي بحلا كي يأكل بشي قاطو وهنا خلط يعني العجينة كي ما لحتو خاصة تبقى طرية العجينة ما خصتش يكون قاصحة بحال هاد الشكل هادا كي ما كتلاحظو يعني كتكون عجين كي لثقف اليدين ودهنت هكا بشوية ديال الزيت من بعد ما خمرات كي ما لحتو رهى خمرات هنا العجينة ما بغيش نبقى نوريكم يعني يعني الفيديو هكا بش ما نطولش عليكم كتر حاولت نقطع كنحاول نجمها على شكل ديال كورا يعني مقادة باش هكا نصرحها في اللاطا ويمكن لكم تديروا لاطا كبر من هادي اللي درت أنا باش جيكم العجينة رقيقة إلا بغيتوا تكون الخبزة هاكا هادي اللي غتديروا في الفران تدير رقيقة أنا كانت عندي هاد اللاطا هي اللي كانت عندي يعني خاوية كنت كان وجد حويج خورا وغادا نبسط العجين كي ما لحتو العجينة كتكون خفيفة وطرية وكيبانوا في عدوك الفقاعات يعني كتبان بلي العجينة ناجحة وهات جيزوينة كما قلت لكم إلا بغيتوا العجينة ديالكم تدير رق من هادي تديروا لاطا تكون يعني في الحزم كبير أو لنقص من العجينة ما تديروش هاد العجينة كاملة لحسب اللاطا اللي عندكم انتوما أنا كتغندير في لاطا كبر بالحق هادي كانت عندي عامرة كنت موجد الحوت ما يعني يعني تقولبت لكن ما عليش وحاولت نقاددها هاكا مزيان كنوصل العجينة حتى الجناب باش هاكا الجناب حتى هو ما يجوا مقاددين ما تجيش العجينة ديال يعني ما تجيش هاكا كعوجها لاحظوا كيفاش العجين كيبان يعني اسفنجي بحل ياش يعني بحل كتصيبوا فيش فنج هاكا كيبان خفيف واخديت اصفر البيض يعني ستعمل جوجو ديال البيضات في العجين جوج ابيض البيض وحتافط الصفر ديلهم يعني ببيضات غير صغاره واللي عنده يعني ببيضات كبارين يعني يمكن ليستعمل غير أصفر بيضة واحدة وابيض واحدة يعني ببيض بيضة واحدة في العجين انا كانوا غير يعني البيضات من الحجم الصغير وخلطتهم مع شوية ديال مع شوية ديال الحليب وصافي وضهنت به هاد الخبيزة هادي وشوية ديال الخل بش ما تجينش فيه مذيك الريحة ديال ديال الزفورة يعني حاولت منخلي حتى شي بلعصة يعني كل شي يعني كل هالعجينة تغطى بهاد اصفر البيض وغادا ندوز دابا باش انطراسي العجين يعني لحسب الحجم اللي باغا انا يعني حسب ذاك انتوما اللي الحجم اللي باغين يعني مرباعات او لمستاطيل او لذك شي لك تفضلون تومها يعني العجينة من بعد رها غادا تجمع مع بعضها ما غاداش تبقى هاكاك يعني غير كانطراسيها من الول باش هاكا مني نرشة مثلا بزنجلان او بودور خشخاش او هادي كتبقى مطراسيه وما كتجيش الزواقه ديالو معاوجه يعني راهاك تقطع بسهولة لانه حتى هي معجونة فيها الزيت زيت الزيتون وفيها ابيض البيض يعني راها مشي كتلصاق في اليدين ودعبا غادا ندوز باش نزينا هاكا بودور الخشخاش يمكن لكم ديرو الزنجلان او لذك شي لك تبقى مطوما او لديروهم بجوج حتى هوك يجيزوين يعني ممكن ديرو واحدة بوحدة يعني حتى هيك تعطي منها يضر وحد الخبيز هادا راها كي يجيت لكم زوين هكا المناسبات وحتى سريع يعني حتى الاخر لحظة يمكن لكم تعجنوها لكن جين عندكم مثلا الضياف او لاشي حاجة يعني كيبان باللي خبيز زوين وخفيف وأكيد غينجح لكم من مرة اللولة متأكدة لحسب المكونات اللي كينا فيه فرماج وأبيض البيض وزيد الزيتون اكيد غديكون خبز ناجح مية بالمية ما كينش تشيشك فيهم فهد فهد المعلومة هادي كنتمنى انكم تجربوها هاد الخبزة هادي فطنية ونلاحظوا معايا هنا من بعد ما قاعد دي تشوفوا الفقاعات كيفاش كيبانوه كتبا العجينة زوينة وناجحة دا باك نسخنت الفرران درتو على ميتين داراجة والحسب الفرن ديال كل سيدة يمكن لكم نزيدو اكتر او لتنقصو احسب الفرران ديالكم وغدا ندخل لالفرران وهنا من بعد ما خرجت غدا نقطعها ضاحتو كندغط عليها يعني كترجع بهذا كيبين باللي العجينة ديالكم ناجحة يعني ما كتكونش لعفقة مني كتغط عليها كترجع عندك كتجي في حشكل ديال الكيك تماما وغدا ندوز دربة باش نقطعها في البلايس اللي كنت يعني فراصيتها في اللول لاحظوا معايا كيف مني كنبغي نقطعها يعني كتبان بحلا كنقطع شي كيك كتبان باللي خفيفة اكيد غدا تعجب الوليدات ديروا فيها كونفجير ولا شوكولات ولا مهم اي حاجة كيبغيوها وليداتكم تأكد غدا نياكلوا هاد الخبز هادا ويدوه المدراسة اكيد انا ولادي كانو كيدوه المدراسة انا كنضغط عليها باش تشوفوا كتبان خفيفة لاحظوا معايا كيفاش كما قلت لكم بحل شكل ديال الكيك كنتمنى انكم تجربوا هاد الخبز هادا نتأكد غدا يعجبكم ممكن لكم تديروا العطاء يعني اللي تكون كبر من هاد الحجم هادا ايلا بغيتو يكون رق من هاكا ويدا عجبكم الفيديو اكيد كما العادة ما تبخلوش اللي يابلي لايك ديالكم ومون كومنترات هكا الزوينين كنتمنى ان الفيديو يعجبكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر وفي وصفات اخرى وان شاء الله دائما غدا نديروا الجديد ووصفات اللي تكون زوينة ومتنوعة وغدا نحضر لكم هاد المرة واحد الكيك اللي غدا يكون رائع غدا يعجبوا لي ذاتكم وانتلقوا ان شاء الله في فيديو اخر واسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة